موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم إننا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أبنائي وبنات الأعزاء في اللابة الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم إن شاء الله في حالتنا اليوم سوف نتناول من النص من النصوص المقررة عليكم هذا العالم نصنا اليوم هو نص شعري بعنوان آيات العلم آيات العلم هو نص شعري للشعر الكبير محمد الهراوي الشعر محمد الهراوي تعالوا بينا نتعرف على الشعر محمد الهراوي هذا الشعر العظيم شعر مصري معاصر ولد بالشرقية عام 1885 ميلادي شعر قديم 1885 عاصر قبار الشعراء ومن أهم الشعراء الذين كانوا معاصر له أحمد شوقي وحافظ إبراهيم عاصر أحمد شوقي وحافظ إبراهيم محمد الهراوي الشعر عنه الكتابة في أدب الأطفال فحتى يعتبر رائد شعر الأطفال العربي من أهم إنتاجه كتاب سمير الأطفال وهو ديوان مصور شعر مصور من سلاسة أجزاء للبنين وسلاسة أجزاء للبنات وقد توفي الشعر محمد الهراوي عام 1939 ذا كده التعريف الشعر محمد الهراوي تعالوا بينا نتعرف على النص نقرأ الأبيات ونقسم الأبيات إلى مجموعة من الفقر ونتناول لغوياتها وشرحها بالتفصيل وأهم مواطن الجمال في النص تعالوا معنا نتناول أول الأبيات أول بتين عندنا الشعر يقول ربوا بنيكم أعلموهم هزبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم ما للمعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطامي ربوا بنيكم أعلموهم هزبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي والعلم ما للمعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطامي قبل الشرح تعالوا نتناول بعض اللغويات حتى تشاركوني أثناء الشرح كلمة ربوا معناها هزبوا وأدبوا بنيكم أي أبنائكم والمفرد ابنكم خير قوام أي خير أساس وعماد حطام الحطام هو ما تكسر من الشيء والمقصوب به بغير متاع أو مال طيب أول بيتم معنا كده بالتفصيل وخليكم معي مفضلكم ربوا بنيكم أعلموهم هزبوا فتياتكم الشاعر محمد الهراوي يوجه النصيحة لكل الآباء بأن يحسنوا تربية أبنائهم وبناتهم وكمان يغرز فيهم حب العلم والمعرفة ويدعوم أيضا إلى الاكتهاد في طلب العلم لأن العلم هو أفضل وسيلة أو أفضل أساس لبناء الإنسان ده كده أول نصيحة له كمان والعلم هو مال المعدمين المعدمين معناها الفقراء الذين خرجوا إلى الدنيا بغير حطام يعني فقراء لا يمتلكون أي شيء مال ولا متاع من هذه الدنيا يعني العلم هو الصر والحقيقية للفقراء كثير ما نسمع كثير من العلماء المرموقين أو المشهورين يتحدثون عن نشأتهم ويقول كنا فقراء وكنا كذا وكذا ولكن بالعلم والمعرفة أصبحوا لهم مكانة عالية فالعلم هو الصر والحقيقية لهؤلاء الفقراء يبقى أول بتين معنا الشاعر يوجه النصيحة تعالوا كده ينصح الشاعر الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم وبناتهم على العلم لأن العلم أفضل أساس لبناء الإنسان أيضا العلم هو الصر والحقيقية للفقراء وبي يحققون آمالهم وطموحاتهم تعالوا نتناول بعض مواطن الجمال ربوا علموا هذبوا ما نوع الأساليب؟ كلها أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد طيب نتقل مواطن تاني العلم خير قوام العلم خير قوام قلنا كلمة قوام يعني أساس أو عماد عندما أبني بناء لابد أن يكون الأساس قوي ومتين فالعلم خير أساس يبقى تصوير جميل صور العلم بأساس البناء الذين إن ربينا أولادنا على العلم يصبح البناء بناء قويا يبقى إذن العلم خير قوام تصوير جميل للعلم بالأساس الذي يرتفع عليه البناء مما يوحي بأهمية العلم وهو أيضا تعليل لما قبله تعليل لما قبله يقول ربوا بنيكم علموهم هذبوا لأن العلم هو خير قوام يبقى إذن لما أضع كلمة لأن وتبقى الجملة مقبولة يبقى تعليل لما قبله ده كده أول بيتين معا تعالوا ننتقل إلى الأبيات التالية وأيضا العلم مال المعدمين صور العلم بالمال الذي هو الصروة الحقيقية للفقراء مما يدل على قيمته الأبيات التالية وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حساب والجهل يخفض أمة ويزلها والعلم يرفعها أجل مقام وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حساب والجهل يخفض أمة ويزلها والعلم يرفعها أجل مقام تعالوا نتناول بعض اللغويات ثم نتناول الشرح أخو الجهالة كأنه ساع ما معنى ساع أي زاهب أو ماش والمضاد راجع أو عائد كلمة حسام الحسام هنا مقصوب بها سيف قاطع والجمع أحسما وكلمة حسام المقصوب بها هنا سيف لكن هي رمز للسلاح في أي زمان أو مكان جمع حسام هنا أحسما يزلها ما معنى يزلها؟ أي يضعفها ويهينها والمضاد يعزها أو يرفع من شأنها أجل مقام أجل أجل معناها أفضل وأعظم والمضاد أحقر كلمة مقام معناها هنا استقرار والمراد هنا المكان والمنزل العالي طيب بعد أن تنعنا بعض اللغويات تعالوا نشرح هازين البيتين بالتفصيل وأخو الجهالة في الحياة كأنه أخو الجهالة يقصب بها الجاهل في الحياة ساعن كأنه بالضبط ساعن إلى حرب بغير سلاح يعني بيصور الجاهل في الحياة كأنه جندي يذهب إلى الحياة أو يذهب إلى الحرب بدون إيه؟ بدون سلاح هذا يدل على ضعف الجاهل في الحياة ليس لديه سلاح يواجه به الحياة لذلك يدل على الضعف والفشل لهذا الجاهل لأن الجهل يخفض من شأن الأمة أما العلم يرفعها أجل مقام الشعر هنا بيعقد مقارنة بين أثر وتأثير الجهل وأثر العلم الجهل يخفض العلم يرفع الجهل يزل العلم يعز ويرفع من شأن الأمة طيب يبقى هنا الشرح الأبيات الشعر يقول والجهل في هذه الحياة كالجندي الذي يخرج للحرب بغير سلاح يكون ضعيفا ومصاريه الفشل الجهل يخفض ويقلل من شأن الأمم أما العلم يرفعها إلى مكان عالي أخو الجهالة في الحياة كأنه ساعن إلى حرب بغير حسام أخو الجهالة صور الجهل كأن إنسان يلازم صاحبه يعني صور الجهل كأنه شخص الجهل بيصاحبه يبقى أخو الجهل أخو الجهالة يبقى صور الجهل كأنه إنسان يلازم صاحبه طيب كأنه ساعن إلى حرب صور الجهل كأنه جندي أو محارب يذهب إلى الحرب بدون سلاح يبقى تصوير الإنسان الجهل بجندي يخرج للحرب بدون سلاح مما يوحي بضعف الجهل الجهل يخفض أمة والعلم يرفعها صور الجهل أولا بإنسان كأنه بيخفض أو يهين أو يزل وصور العلم أيضا بإنسان يرفع الأمة ويعزها العلم والجهل بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد وأيضا يخفض ويرفع بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد فعلوا معنا لننتقل إلى باقي الأبيات أنظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي من راكب متن الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمان أيها الإنسان يا من أدعوك إلى العلم والمعرفة أتريد أن تعرف قيمة العلم قيمة المعرفة أنظر إلى الأمم التي حولك إلى الأقوام إلى الشعوب أنظر إلى الأقوام كيف سمت أي ارتفعت بهم تلك العلوم إلى المحل أي المكانة العالية السامي أي العالي من راكب متن الرياح متن يعني ظهر الرياح هنا متن يعني ظهر الرياح كأنه ملك يصرف أمرها بزمان طيب يبقى هنا الشاعر في هذه الأبيات بدأ يؤكد على أثر العلم في حياة الشعوب العلم رفع من شأن الأمم تمام؟ ورفعها إلى مكانة عالية بالعلم استطاع الإنسان أن يخترع الطائرة استطاع الإنسان اللي هو الطيار الذي يقود الطائرة فوق السحاب كأنه ملك يصرف أمر الطائرة بكل تمكن وبكل قيادة تعالوا معنا سمت أي ارتفعت المحل معناها المكان العالية السامي معناها العالي المرتفع ومتن معناها ظهر والجمع متون ومثال يبقى الشاعر في هذه الأبيات كما ذكرنا كل الشرح ده طيب تعالوا ننتقل إلى بعض مواطن الجمال راكب المتن الرياح راكب متن الرياح طيب تصوير الرياح كأنها دابة هي الرياح لها ظهر لها ظهر حد بيركب عليه صور الرياح كأنها دابة دابة يعني حصان أو جمل يركب عليها الفارس طيب وصور الراكب بأنه إنسان بيركب الطائرة أو اللي بيركب الطائرة كأنه بيركب الرياح طيب كأنه ملك يصرف أمرها بزمام طبعا تصوير جميل للطيار بملك متمكن يتحكم في أمور مملكته مما يوحي بالتمكن والسيطرة يبقى الشاعر يقول انظر وتأمل إلى الأمم التي رفعتها العلوم إلى مكانة عالية أيضا بفضل هذه العلوم تم اختراع الطائرة واستطاع الطيار بالعلم التحكم فيها كأنه ملك مما يدل على القدرة والإتقال تعالوا معنا نتناول باقي الأبيات أو محدس بالكهرباء عجائبا أو غائص بالفلك أو عوام أو مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجمادي بأحرف وكلام هذا هو العلم الحديث فأقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام تاني الشاعر يتحدث عن الإختراعات الحديثة أثر العلم خليكم معي لو سمحتوا أو محدس بالكهرباء عجائبا أو غائص بالفلك أو عوام أو مرسل وحي الهواء أو منطق ثم الجماد بأحرف وكلام هذا هو العلم الحديث فأقبلوا زمرا عليه يا بني الأهرام كلمة الفلك هنا معناها السفينة أو السفن أخذناها في الموادي في السنوات الماضية وعارفين أن كلمة الفلك يدل على المفرد والجمع يعني عندما أرى سفينة أقول هذه فلك وعندما أرى مجموعة السفن أقول أيضا هذه فلك الصم المفرد الأصم والمؤنس صمع وكلمة الأصم هو الذي لا يسمع زمرا أي أفواجا وجماعات والمضاد وحدانا أو أفرادا والمفرد زمرا بني الأهرام طبعا المقصوب بها المصريون بنات الأهرامات أصحاب الحضارة العظيمة طيب يبقى بالراحة كده بالتفصيل خليكم معايا الشاعر يتابع في هذه الأبيات أو يذكر بعض تأثير العلم العلم استطاع الإنسان بالعلم استطاع الإنسان بالكهرباء أن يخترع كثير من الأعاجيب كل الأجهزة الحديثة كل المصانع كل الشركات كل المشروعات العملاقة تعمل بالكهرباء طيب كمان بالعلم الحديث استطاع الإنسان أن يخترع الغواصة ويخترع الغواصة لا يتغوص في أعماق البحار غائص بالفلك أو عوام السفن العملاقة بالعلم أيضا بالعلم الحديث استطاع الإنسان أن يخترع كل وسائل الاتصال سواء بقى المرئية أو السمعية سواء بقى الهاتف أو التلفاز وغيرها كل هذه الوسائل بالعلم والمعرفة أيضا استطاع الإنسان أن يجعل أو يحول الجماد الحديد كأنه بيتكلم التلفون أو الهاتف أو التلفاز كل دي أشياء صماء أصبحها تتحدث بالعلم والمعرفة في الآخر بيدعو الشاعر بعد كل هذه الأشياء التي أوضحها عن تأثير العلم يؤكد ويقول للقارئ هذا هو العلم الحديث هو تأثير العلم الحديث فأقبلوا عليه زمرا يعني جماعاتا وأفواجا في الجامعات والمدارس يا بني الأهرام يعني يا أيها المصريون ويذكرهم بكلمة يا بني الأهرام لم يقول يا أيها المصريون وقال يا بني الأهرام ليذكر شباب مصر بعظمة تاريخهم العظيم وهم أولى الشعوب بأن يتمسكوا بالعلم والمعرفة لكي يستعيدوا مجدى وطنهم العظيم يبقى عندنا هنا الشاعر بفضل العلم استخدمنا الكهرباء في إدارة المصانع والآلات الضخمة بفضله أيضا نغوص في أعماق البحار وتجري السفن وبالعلم اختراعة وسائل الرسال الصوتية والمرئية مثل التلفاز والهاتف وكل هذه المخترعات الحديثة إنما هي بفضل العلم فأقبلوا عليه جميعا يا بني الأهرام يا أبناء مصر فأنتم بنات الحضار أهم مواطن الجمال يا بني الأهرام ما نوع الإسلوب يا بني الأهرام يا بني الأهرام إسلوب نداء أغرض التعظيم وأعزو أكركم درس المنادة يا بني الأهرام ده نوع منادة هنا منادة مضاف لأن كلمة بني أصلها بنين وحوزفة النون للإضافة يبقى هنا ده منادة منصوب وعلامة نصب إلياء وحوزفة النون للإضافة ده إسلوب نداء أغرض التعظيم منطق وسم منطق وسم وبينهما تضاد يوضح المعنى ويقول غائس وعوام أيضا بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكد كده شباب انتهينا من شرح أبيات النص وذكرنا ما بها من لغويات ومواطن جمال بالتفصيل أظن كده بعد الشرح تقدروا تشاركوني التدريبات اللي هتقالها الآن فانفضلكم خليكوا معنا وشاركوا معايا التدريبات فضلوا معنا نشارك التدريبات تعالوا حبابي كده نتناول بعض التدريبات بعدما استعرضنا شرح النص فضلوا معنا أول أبيات عندنا اقرأ ثم أجل من راكب متن الرياحي كأنه ملك يصرف أمرها بزمان أو محدس بالكهرباء عجائبا أو غائس بالفلك أو عوامي أو مرسل وحي الهوائي ومنطق سم الجمادي بأحروف وكلام أول سؤال معنا هات مرادف متن ما معنى متن الرياح هنا متن معناها ظهر في المتانية جمع وحي جمع وحي وحي هنا جمعها وحي وحي جمعها وحي وديه من الكلمات المهمة نفس الحروب بالضبط بس التشكيل بيختلف وحي تبقى وحي مرادف صم صم أو مفرد صم أصم الأصم هنا المذكر والمؤنس صماء سؤال الثاني للعلم أثر كبير في حياة الأمم وضح ذلك للعلم أثر كبير في حياة الأمم أظن كده من خلال الأبيات الأبيات شرحة رفسها تمام؟ من فضلك كده يركزوا وحاولوا تشاركوني كده معايا في البيت شاركوني معايا كده للعلم أثر كبير في حياة الأمم من راكب متن الرياح كأنه ملك نيوصرف أمرها بزمام أو محدث بالكهرباء عجائبا أو غائث بالفلك أو عوام أو مرسل وحي الهواء ومنطق ثم الجمادي بأحروف وكلام بالعلم الحديث استطاع الإنسان أن يخترع الطيران يخترع الطائرة واستطاع الإنسان الطيار الذي يقود الطائرة أن يتحكم بالعلم في الطائرة بكل إتقان وبكل مقدرة كأنه ملك فوق الرياح ملك فوق السحاب كأنه بزمام يعني بقيادة وتمكو بالعلم الحديث أيضا استخدمنا الكهرباء وفعلنا عجائب وأشياء كثيرة بالكهرباء أصبحت جميع المصانع تعمل بالكهرباء جميع الآلات العملاقة تعمل بالكهرباء كل الأجهزة المنزلية في حياتنا وغير المنزلية تعمل بالكهرباء كل هذا بفضل العلم بالعلم أيضا استطاع الإنسان أن يخترع الغواصة ويغوص في أعماق البحار أو السفن ويقود السفن العملاقة عائما فوق الفلك أيضا بأثر العلم استطاع الإنسان أن يخترع أو كل الأجهزة الصوتية أو المرئية ويرسل كل هذه الأصوات من صم الجماد الذي لا يسمع ولا يتكلم أصبح يتحدث مستل هاتف والتلفزيون أو التلفاز بأحرف وكلام يبقى إذن العلم أثر عظيم في تقدم الأمم ورقيها فالعلم أسهم في كثير من الإختراعات التي سهلت كل أمور الحياة في كل المجال ننتقل إلى السؤال التالي وضح الجمال فيه راكب متن الرياح راكب متن الرياح قلناها في أثناء مواطن الجمال عندما تنولها منذ قليل تصوير جميل صور ريح كأنها دابة دابة يعني جمل أو قصان لها ظهر يجلس عليه راكب ويتحكم فيها بزمان تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر والعلم ما للمعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطان وأقول جهالة في الحياة كأنه ساع إلى حرب بغير حسام والجهل يغفد أمة ويزلها والعلم يرفعها أجل مقام طيب أول سؤال معنا هات مرادف المعدمين والعلم ما للمعدمين ما للمعدمين المعدمين معناها الفقراء لأن في الشرح المعدمين هم الفقراء الذين يتمسكون بالعلم ويكون هو الصر والحقيقية لهؤلاء الفقراء طيب ما جمع الحياة جمع الحياة تجمع على طيب ممتازين يبقى الحيوات حياة تجمع على الحيوات مضاد يزلها يزلها كلمة يزلها أي يحقرها أو يخفض من شأنها يبقى إذن مضادها يعزها أو يرفعها أو يجلها السؤال التالي استخرج من البيت الأول صورة جميلة وبين أسرها والعلم ما للمعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير حطار عايزين من البيت الأول موت جمال طيب أول ببيتنا العلم ما للمعدمين العلم مال يبقى تصوير جميل صورة إيه صورة العلم بإنه المال طيب أخو الجهالة في الحياة كأنه ساعي إلى غير حساب أخو الجهالة تصوير لأخو الجهالة كأنه ساعي إلى حرب بغير حساب تصوير الجهالة أيضا بإنسان له أخ وفيه تصوير الجاهل بجندي في معركة بغير السلاح طيب لو عايزين نتناول موت جمال تاني والجهل يخفض أمة ويزلها والعرف والعلم يرفعها أجل مقال بين يخفض ويرفع تضاد بين العلم والجهل تضاد كل هؤلاء يوضح المعنى ويؤكد طيب سؤال تالي وأخو الجهالة في الحياة كأنه ساعي إلى حرب بغير حساب والجهل يخفض أمة ويزلها والعلم يرفعها أجل مقام انظر إلى الأقوام كيف سمت بهم تلك العلوم إلى المحل السامي أول سؤال عندنا هات مرادف سمت انظر إلى الأقوام كيف سمت ما معنى سمت ومتزين علت أو ارتفعت مضاد أجل أجل لمقام أجل لمعنى أعظم وأعلى مقام وأعلى منزلة مضاد أجل هنا طبعا أحقر أو أدنى منزلة ما جمع حسام حسام تجمع على أحسمة حسام أحسمة سؤال الثاني وضح نوع الأساليب الآتية وبين غرضها انظر إلى الأقوام انظر إلى الأقوام ما نوع الأسلوب انظر أو ربه أو علمه أو أدبه أو هزبه كل دي أساليب غرضها طبعا أساليب أمر غرضها النصح والإرشاد يا بني الأهرام يا بني الأهرام ما نوع الأسلوب هنا أسلوب نداء غرضه التعزمي كده حبيبي انتهينا من تناول تدريبات على النص تعالوا معنا نستعرض ما تناولناه أثناء حلقتنا اليوم فضلوا معنا لو سمحتوا كده حبيبي في هذه الحلقة تناولنا نص آيات العلم للشاعر محمد الهرام ملخص بسيط لما تناولنا نص آيات العلم يتحدث الشاعر ويوجه نصيحة لكل الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم وبناتهم على العلم والمعرفة يغرز فيهم حب العلم والمعرفة والاجتهاد في طلب العلم لماذا؟ لأن طلب العلم أو العلم هو أفضل وسيلة أو أفضل أساس لبناء الإنسان وكمان الشاعر وضح في كلامه أن العلم يعتبر هو الصروة الحقيقية للفقراء الذين إن تمسكوا بالعلم ترتفع مكانتهم وتنقلهم من الفقر إلى الثراء والغنى كمان الشاعر بعد ذلك عمل مقارنة أو قم بمقارنة بين أسر الجهل وأسر العلم قال أن الجهل شيء سيء يخفض ويزل الأمم أما العلم يرفعها إلى أجل أو أعظم منزلة كمان شبه الجاهل في هذه الدنيا أو في هذه الحياة كأنه محارب أو جندي يذهب إلى الدنيا بغير سلاح أو بغير سيف بما يدل على ضعف أو فشل في هذه الحياة سمه بعد ذلك أراد أن يقنع القارئ يقنع الآباء ويقنع كل من يسمعه بأسر العلم لكي يتمسكوا بالعلم كيف أقنعهم؟ أقنعنا وقال لنا ضرب لنا أمثلة على النمازج المشرفة التي أصبح بفضل العلم الأقوام والأمم المتقدمة التي تمسكت بالعلم والمعرفة فارتقت إلى أعلى منزلة بالعلم الحديث استطاع الإنسان أن يخترع الطائرة بالعلم الحديث استخدمنا الكهرباء في كل حياتنا في كل أمور حياتنا سواء أجهزة منزلية أو في المصانع أو في الطرق أو في كل شيء حولنا الآن يصنع أو يعمل بالكهرباء أيضا بالعلم استطاع الإنسان اختراع الغواصة لا يتغوص في أعماق البحار وستطاع أيضا الإنسان أن يقود السفن الضخمة ويتحكم فيها بالعلم الحديث استطاع الإنسان أن يخترع كل الأجهزة أو كل وسائل الاتصال سواء بقى المرئية أو المسموعة وأصبحت تنقل الكلام هذه الأجهزة أو هذه الجماد الذي لا يسمع ولا يتكلم أصبحت يتحدث بأحرف وكلام ثم ختم الشاعر النص بدعوة إلى جميع أبناء مصر يا بني الأهرام يا أصحاب الحضارة يا أصحاب التاريخ المشرف أنتم أبناء مصر بنات الحضارة تمسكوا بالعلم والمعرفة فهذا واجبكم كده يا ودد إحنا كده انتهينا من شرح النص أحبابي أرجو أن أكون قد أفدتكم في هذه الحلقة مع وعد إن شاء الله في حلقة جيدة من حلقات اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر